بسم الله تبارك الله واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا وسهلا فيكم في قناة أمال إعلاو حلقتنا اليوم هتكون طريقة عمل لطعينة ننتل للطريقة كاستين من السمسم وكاسة من الزيت النباتي هلا هنحط السمسم على النار بس ياخد حماوة ما بدنا ياخد لون أول ما نلاقي السمسم أخد حماوة وحنطفي عنه النار ونتركه لأحد ما يبرد هلا حنطحن السمسم في مطحنة البهارات أو عندك أي مطحنة عندك ممكن تطحن فيها حنخلي السمسم يكون لدرجة من يبقى معاك ناعم هذا الشكل حنكون فيه طبعا السمسم بعد ما طحنناها هلا بدنا نحط الزيت النباتي طبعا مش هنحط الكمية كلها ممكن ما نحتاجها هلا هنعمل الزيت عشان يدينا اللون اللي يخلي اللون لطحنة فاتح هنخفق بس الزيت النباتي لوحده طبعا شايفين هنا اتغير اللون بعد هيك هنحط عليه السمسم اللي هنطحننا بالنسبة للسمسم والزيت النباتي هنطحنهم طبعا في الخلاط لحد ما نوصل للقوام المطلوب طبعا زي ما انتو شايفين هنا ما وصل للدرجة اللي بدنا اياها هنعيد تاني على الطحن معلش انا هنا اعلق معايا الجهاز فترت اجيب الجهاز التاني فطبعا هنعيد بردو الخفق مرة تاني لحد ما نوصل للدرجة اللي بدنا اياها وبنسبة للطحينة علشان نديها لون هنحط عليها معلقة من الطحين طبعا المعلقة مش هتقسر ممكن تحط معلقة ممكن تحط تنتين لو لقيت معك الطحينة مرقة شوية بردو ممكن تزيد عليها معلقة او تنتين من الطحين هتديك لون وتديك اسمك لطحينة وطبعا هنحط عليها نسمع لقم من الملح وبالنسبة للزيت النباتي طبعا احنا ما استخدمنا كل الكاسة تقريبا تلتين الكاسة وبهيك ما نكون انتهينا من تجهيز الطحينة هلق عشان الاهم حاجة انه المرتبان اللي بدك تحطي فيه الطحينة يكون طبعا امنشف ما بدنا يكون فيه اتر مية عشان ما تخرب معانا الطحينة طبعا بما انه الطحينة عنا جهزة فهلا بدنا نجهز ساحين الحمص هو طبعا الاستخدامات لطحينة على شيئا كتيرا ولكن هنعمل ساحن حمص لاستخدام الطحينة اللي احنا عملناها طبعا الحمص احنا مجهزينه من قبل هلقا بنا هنحط معلقة من الصغيرة من الملح وحنحط كمان عصير الليمون على الحمص اللي عنا طبعا سابق كنا عملينه هنطحنه على الخلاط وحنحط هلق لطحينة اللي احنا جهزناها هلق بنسبة لصحن الحمص طبعا سار جائز وفينا طبعا استخدامات لطحينة لكل شيء موجود عنا طبعا هلقا بنقدر بالنسبة لطحين فيك تستغني عنه وما تحطي على لطحينة ولكن بتديك سماكة وبتديك طبعا لون وما بيأثر لما نحطه على لطحينة طبعا زي ما انتم شايفين هنا انتهينا من عمل لطحينة وعمل صحين الحمص طبعا بهيك منكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم وان شاء الله رب ان نكون قدرنا نفيدكم بكل شيء جديد طبعا يا ريت ما تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليس لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر